بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سلام الله عليكم أحبائي ومرحبا وسهلا بكم في فيديو جديد في فيديو اليوم وبإذن الله سوف نقوم بحل وشرح اختبار الفصل الأول ورح نشرح ايضا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية في مادة التربية الإسلامية لتلاميذ السنة الأولى متوسط النموذج الثاني أو النموذج قمثلين بالإضافة إلى أني قمت بإختبار في مادة التربية الإسلامية يعني فيديو آخر لكل من يريد مشاهدة هنا مشاهدة نموذج واحد سوف يكون رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف والآن لنبدأ على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم ولنبدأ الآن عندنا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية نبدأ والسعب الوضعية الأولى عندنا الوضعية الأولى كما نعرفه في كيعة تاني اختبار رح يدر لنفس الشيطة على الفرصة رح يدر لزوج وضعيات ورح يدر يعني هما في الإجمالي ثلاث وضعيات زوج تمارين ووضعية إدماجية تمارينان ووضعية إدماجية نبدأ وعدنا الوضعية الأولى في الوضعية الأولى قال يقول الله تعالى في صورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى إلى الصورة أو إلى صورة قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم إذن هذه عبارة عن صورة الأنعام هناك آيات مفقودة هنا إذن مش طلب مني أول حاجة طلب مني إنه نكمل الآيات ونضبطها بالشكل رح نكمل هذه الآيات ورح أيضا نضبطها بالشكل دايما كي يعطيني صورة أو آيات هذو دايما لازم كي يكتبهم لازم دايما منساش تشكيل والشكيل تاعي لازم نركز لازم يكون صحيح الآن قلي إي شح المفاردة التالية أعطاني فالق تؤفكون وحسبانا أما بنسبة السؤال الثالث أو الجزء الثالث قلي أذكر ما ترشد إليه هذه الآيات يعني إلى ما ترشدنا هذه الآيات يعني لواش ترشدنا هذه الآيات لعطاها لي هذه أو الآيات من صورة الأنعام والآن مع الإجابة بالنسبة للإجابة نحن نبدأ للسعب أول سؤال أو أول جزء فأول جزء قال لي أكمل الآيات واظبطها بالشكل يعني نحن نكمل الآيات ونحن نضبطها بالشكل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم إذن ها هيك الآيات إذن ها هيك الآيات أو كمنا الآيات الآن نحن نرحل الجزء الثاني الآن بنسبة للجزء الثاني قالي إشرح المفردات التالية إشرح المفردات التالية أعطاني ثلاث مفردات وطلب مني أن نشرحهم لهما فالق تؤفكون وحسبانا أولا نبدأ بفالق فالق معناها يشق الحب والنوى بإخراج النبات منها يعني يشق الحب والنوى يعني يشق الحب والنوى لكي تخرج النباتات منها وطلب مني أن تؤفكون معناها تنصرفون عن الحق أو تبتعدون عن الحق حسبانا وهي آتية من كلمة الحساب معناها الحساب أما بنسبة الجزء الثالث ما ترشدوني إليه هذه الآيات ترشدوني هذه الآيات إلى تأمل الكون بتدبر وسيلة للوصول إلى الإيمان صحيح يعني كنتم الكون بتدبر هذه تتبر وسيلة بأن نوصل إلى الإيمان الصحيح للوصول إلى الإيمان الصحيح وأيضا دلائل قدرة الله تعالى كثيرة منها الليل والنهار النجوم الشمس والقمر الإنسان إلى آخره يعني دلائل قدرة الله دلائل اللي تكشفنا من خلالها أو دلائل اللي تكشف قدرة الله تعالى كثيرة منها الليل النهار النجوم الشمس القمر الإنسان الحيوان يعني كل هذه الدلائل وأيضا أصل الإنسان واحد ولا فرق بين الناس إلا بالتقوى يعني أصل الإنسان واحد لا فرق بين الناس إلا بالتقوى والإسلام يحترم العقل ويحث على استخدامه يعني دين الإسلام يحترم العقل ويحث على استخدامه أيضا الآن منصب الوضعية الثانية في الوضعية الثانية قلي الإيمان بالله تعالى هو الركن الأول من أكان الإيمان ومن أجله خلق الله تعالى السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب التعليم الآن أولا نعرف الإيمان شرعا طلب مني أنه نعرف الإيمان شرعا وأنه نذكر أربع أركان من أركان الإيمان مع الشرح إذن أول حاجة رح نديرها هي أنه نعرف الإيمان شرعا ومن بعدها رح نذكر أربع أركان من أركان الإيمان أكيد مع الشرحين نشرحهم الآن بالنسبة للإجابة قال لي أعرف الإيمان شرعا تعريف الإيمان الآن شرعا الإيمان هو التصديق الجازم بالله وملائكته يعني هو التصديق الجازم بالله بملائكته بكتبه ورسله وباليوم الآخر وأيضا بالقدر خيره وشره والآن مع الإجابة ذكر أربع أركان من أركان الإيمان أولا أو أول ركن هو الإيمان بالله الإيمان بالله هو التصديق الجازم أو المؤكد بوجوده عز وجل أي بوجود الله تعالى عز وجل مع توحيده أكيد وعبادته دون غيره يعني عبادته وحده لا شريك له الإيمان بالملائكة ثانيا أكيد وهو التصديق الجازم بأن الله تعالى خلق خلقا من نور لا يأكلون ولا يشربون هم عباد مكرمون لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون به منسبة لثالث ركم عندي الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب وهو التصديق الجازم بأن الله تعالى عز وجل أنزل على أنبيائه كتبا يبين فيها أحكامه لهداية الناس وإرشادهم إلى الحق أما بالنسبة لآخر ركنة نحن عندنا أربع أركان الركن الرابع الإيمان باليوم وهو الإيمان باليوم الآخر يعني التصديق الجازم بأن الله تعالى يبعثوا الناس بعد موتهم لمحاسبتهم على أهمالهم أما بالنسبة للوضعية الإدماجية رحم ذو السعب السند السند قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون صدق الله العظيم أما بالنسبة للتعليم قال لي من خلال ما درسته أكتب فقرة من عشر أسطر تشرح فيها مجموعة من أدلة سبحانه وتعالى الله التي ذكرت في صورة الأنعام مستشهدا بما تحفظه من آيات أكيد أن الآن الوضعية الإدماجية يبين الله تعالى يبين الله تعالى قدرته في هذه الآيات من خلال ما ذكره من مشاهد تثبت أنه هو المتصرف في كل شيء في الكون ولذلك يجب على الناس عبادته وتوحيده نذكر بعض من جوانب دلائل قدرة الله تعالى في الكون مثلا شق الحب والنوى أو دليل النبات ويبين الله تعالى قدرته فيبدأ بالنباتات التي تخرج من تراب واحد وتسقى بماء واحد ولكنها مختلفة في أشكالها ألوانها أذواقها وأصنافها بالإضافة إلى الكثير من الدلائل الأخرى مثل النجوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعد حساب الأيام والأشهر والسنوات وليهتدي بها الإنسان في البر والبحر وأيضا خلق خلق الإنسان خلق الله تعالى الناس كلهم من نفس واحدة وهي نفس آدم وذكر تعالى آية أخرى من آيات قدرته وهي إنزال الماء من السماء وجعله سببا للإنبات ورزقا للعباد وإحياء لكل شيء وأيضا دليل الصباح فالله تعالى هو الذي يفلق الظلام ليذهب ويحل النهار بنوره فهو خالق الضياء يأمر الله تعالى سبحانه بالنظر إلى هذه الآيات التي تددل على قدرته وبديع صنعه لقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه صدق الله العظيم وفي نهاية هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابعة ومع السلامة بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر